طب أود أن أخذ رأي حضرتك في صورة لدينا لو يسمح لنا مخرج البرنامج بعد الصورة الأولى التي لدينا وهي من مسجد آيا صوفيا وكيف كانت فرحة المصلين هناك بهذا الانتصار ودعا أيضا وزير الداخلية التركية سيد سليمان صيلو لذهاب لأداء صلاة الفجر فجر هذا اليوم في آيا صوفيا وكان هناك يعني بالفعل حالة كبيرة من السعادة لدى المصلين لماذا تعلق؟ طبعا آيا صوفيا يعني رمز كبير جدا وبالمناسبة هؤلاء كانوا ضد أن يعود آيا صوفيا كمسجد وربما لو وصلوا إلى السلطة كانوا سيعكسون هذا القرار مرة أخرى آيا صوفيا له رمزية كبيرة وعتاد منذ افتتاحه على أن تكون صلوات الفجر في هذا المكان تعبيرا عن الشكر لله عز وجل على كل خطوة من الخطوات التي تتحقق هذه ليست المرة الأولى ولكن بالتأكيد ما حدث فجر اليوم في آيا صوفيا مظهر جميل من مظاهر شكر الله عز وجل على النعمة كذلك التمسك بيعني أن هذا هو مسجد الآن لا يمكن لأحد أن يقوم مرة أخرى بإعادته إلى متحف كما كان في السابق على عهد حزب الشعب الجمهوري الذي حكم هذه البلاد لعقود والذي كان في مرحلة ما من المراحل يريد هدم المساجد أصلا يعني يعني كانوا يريدوا هدم السلطان أحمد نفسه يعني وآته بمهندس ظن إيطاليا وفرنسيا وقال أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك هذه التحفة المعمرية لا أستطيع أن يعني أمود يدي لكي ولذلك يعني كما قلت هناك صراع هوية الآن وهذا يمثل رمز للهوية الإسلامية في هذا البلد اشتركوا في القناة